البنك المركزي في النمسا لن يكون هناك انهيار اقتصادي مثل عام 2008 وزارة الاندماج تؤكد أن السوريين هم الأكثر تكاملا في سوق العمل أكثر من 1500 سوري يحيون الذكرى الثانية عشر لانطلاق الثروء ثرى ضد الأسد انخفاض مخالفات الاحتيال على السوتيال في النمسا العام الماضي أكراد النمسا يستقبلون الربيع بالاحتفال بعيد الناروز النمسا في المرتبة الحادية عشر في مؤشر يوم السعادة العالمي أهلا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم قال رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان أنه لا يرى خطر حدوث أزمة اقتصادية مثل عام 2008 وأكد أن ما حدث في عام 2008 لن يكون ممكنا بعد الآن لأن في ذلك الوقت لم يكن هناك إشراف مصرفي ويعتبر كل من بنك سيليكون فالي وكيريد سويس مشكلتين خاصتين لا يمكن تعميمها مشيرا إلى أن نموذج أعمال سيليكون فالي لم يكن ليصمد أمام أي تقييم للمخاطر في أوروبا فيما يعاني بنك كيريد سويس من مشكلة إعادة هيكلة طويلة الأمد أصدر صندوق الاندماج النمساوي UEF دراسة جديدة حول تكامل سوق العمل تبين فيها أن كورونا لم تؤثر على عمل اللاجئين وبحسب الدراسة تبين أن اللاجئين السوريين هم الأكثر احتمالا للعثور على عمل وأن اللاجئات يجدن فرص عمل بشكل أبطأ ووفقا للدراسة لم تكن هناك فترات ركود مرتبطة بالوباء فيما يتعلق بإدماج المهاجرين في العمل وأن مستوى التوظيف يرتفع مع طول مدة الإقامة فيما يمنح العمل الحر العديد من المهاجرين وظيفة وتبين أن واحدة من كل خمس نساء تعمل فيما كانت بالنسبة الثلاثي الثلثين لدى الرجال أحيا السوريون في النمسا الذكرى الثانية عشر لانطلاق الثورة السورية وسط العاصمة فين بحضور استثنائي وفي اجتماع يعتبر الأكبر في تاريخ النمسا حضر أكثر من 1500 شخص حسب تنسقية النمسا لدعم الثورة السورية واستنكر المتظاهرون ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع القضية السورية وقد شارك في التظاهرة عددا من النمساويين والأوكرانيين ورفعوا لافتات تندد بزيارة شخصيات عربية مؤكدين الاستمرار بالثورة حتى النصر انخفضت مخالفات الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية في النمسا العام الماضي فيما قد قدرت الخسائر بـ 14 مليون يورو وأكد وزير الداخلية كانر أن الحكومة تطبق إجراءات مكسفة لمكافحة الاحتيال موضحا أن هناك حاليا مئات الحملات المركزة معتبرا أن ذلك يلحق ضررا بالغا بدافع الضرائب وأشار الوزير إلى وجود تنصيق بين وزارتي الداخلية والمالية موضحا أنه تم تقديم أكثر من ثلاثة ألاب بلاغا بانخفاض بـ 27% عن العام الأسبق احتفل تجالية الكردية في فيينة برأس السنة الكردية تعيد الناروز على نهر الدانوب بحضور أعداد كبيرة ودعا إلى التجمع المركز الثقافي الاجتماعي الكردي في فيينة ومركز الجالية الكردستانية بالنمسا حيث تجمع حجد جماهيري كبير بلغ الآلاف وتخلل الحفلة لوحات فنية غنائية وتراثية بالزي الكردي التقليدي وألقى نظار موسى رئيس المركز كلمة الاحتفال تطرق فيها للواقع السوري العام والكردي الخاص احتلت النمسا المرتبة الحادية عشر في ترتيب الدول الأكثر سعادة في العالم لهذا العام في اليوم العالمي للسعادة وتصدرت فنلندا القائمة للعام السادس على التوالي ويحتفل العالم كل عام في العشرين من مارس بهذا التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة ليكون إلهاما للناس حول العالم لبث الأمل والفرح والطاقة الإيجابية في النفوس وبحسب الترتيب بناء على بيانات من الثلاث السنوات الماضية من ستة عوامر رئيسة كالدعم الاجتماعي والدخل والصحة والحرية والكرم ومستوى الفساد كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا بتعلاقاتكم كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة